بسم الله اهلا بكم يا شباب في كورس السيارات الكهربية الكورس ده مهم جدا يا اخواننا لكل الناس مش لمهندسين الكهرباء بس لان كل الفترة اللي جاية هتتكلم عن السيارات الكهربية وكل الناس هتضر ان هي تتعامل مع السيارات الكهربية هتركب السيارات الكهربية هتشتري سيارات كهربية طيب الكورس عندي يا اخواننا بينقسم الى جزئين السكشن الاولاني هتكلم عن الالكتريك فيكلز او المركبات الكهربية بصفة عامة سواء كانت سيارة كهربية سيدان او سيارة كهربية كبيرة او اوتوبيسات بتشتغل بالكهرباء اي شيء بيشتغل بالكهرباء متحرك فبيسموه الالكتريك فيكلز تمام يبقى احنا هتكلم عن المكونات بتاعته بالتفصيل والجزء التاني في الكورس هيتكلم عن شحن شحن هذه المركبات الكهربية وده مهم جدا لاني قبل ما انا اقول تعالوا يا شباب ده احنا هنحول من سيارة او سيارة محركات احتراق داخلي الى سيارات كهربية لازم اوفر بيئة شحن او اوفر محطات شحن لان الناس عندها تخوف من موضوع شحن السيارات الكهربية فمهم جدا اني انا ابدأ اتكلم عن السيارات الكهربية سيكشن رقم واحد سيارات الكهربية سيكشن رقم اتنين شحن السيارات الكهربية الكورس ده هيشتمل السيارات الكهربية وشحن السيارات الكهربية طيب هتتكلم عن ايه بقى دكتور في السيارات الكهربية هتتكلم عن كل شيء في السيارات الكهربية اي حاجة في السيارات الكهربية ان شاء الله او في المركبات الكهربية عشان ما نخصصش في السيارات ممكن ناخد اوتوبيسات ممكن ناخد اي شيء يعني مركبات كهربية طيب انا هبدأ اتكلم اول حاجة في المركبات الكهربية او السيارات الكهربية عن المكون الجديد الرئيسي في السيارات الكهربية اللي هو البطاريات او هنتكلم بالتفصيل عن كل انواع البطاريات بصفة عامة وندي فكرة عن انواع البطاريات وازاي بيتم عملية تخزين الشحنات الكهربية داخل البطاريات وبعدين نبدأ نتكلم عن البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربية اللي هي ونبدأ ندخل وناخد تفاصيل عن بطاريات السيارات الكهربية وفيها تكنولوجيز كتير جدا هنبدأ نتكلم عن هذه التقنيات بالتفصيل وإيه هو آخر تطور في تقنيات البطاريات وإيه هي المصانع العالمية اللي بتستخدم أو بتنتج تمام بطاريات ليسيوم آيون وبتبيعها للبرندات الكبيرة اللي بتنتج السيارات الكهربية هنبدأ نتعرف على كل شيء عن البطاريات رقم اتنين هنبدأ نتعرف على حاجة بيسموها نظام التحكم أو الكنترول في البطاريات نظام إدارة البطارية جيب أنا عشان أأمن البطارية وطمن الناس من الأول أن البطارية معمولة عليها احتياطات كتير جدا بستخدم نظام نظام إدارة البطارية أتحكم فيه درجة حرارة البطارية أتحكم فيه الجهد أتحكم فيه التيار وبحط سنسورز على البطاريات في أماكن معينة عشان أبدأ أتحكم فيه وتمبريتشر والفولتيج والكارنت بتاع البطارية وبالتالي يبقى موضوع البطاريات الناس ما تخافش منه فيه باتري منجمنت سيستم بتحكم فيه البطاريات والموضوع مور سيف يا أخواننا ماشي فيه ريسك بيبقى موجود فيه البطاريات بس الاختبارات اللي بتتم وأجهزة الحماية اللي محطوطة عالية جدا وده هنبدأ ناخذه بالتوصيل بسيكشن أولا نتكلم عن البطاريات ونظام إدارة البطاريات ده أنا بعتبرو سيكشن السيكشن التاني في السيارة الكهربية اللي هو الموتور هنا احنا مش بنتكلم عن موتور الاحتراق الداخلي بتاع السيارات العادية أنا بتكلم عن مواتير السيارات الكهربية أو الالكتريك الموتورز أو الالكتريك موتورز وده أنواعها كتير جدا المستخدمة في السيارات الكهربية وكل شركة بتستخدم نوع مخصص او معين من المواتير الخاصة بالسيارات الكهربية وهنبدأ نشوف هل السيارة الكهربية زي السيارة العادية فيها موتور واحد بس ولا ممكن احط موتور قدامه موتور ورا ولا ممكن احط تلات مواتير ولا ممكن احط على كل عجلة موتور في السيارات الكهربية ده هنبدأ نشوفه ويبقى السيكشن رقم اتنين اللي هو الموتور طيب الموتور بياخد ايه سي بيأكل واشرب ايه سي والبطاريات بتطلع دي سي يبقى لازم يبقى فيه النص جهاز مهم جدا. تمام? اللي هو بنسميه الانفيرتر اللي هو بيحول الدي سي الى اي سي. واوعى تخطأ لان في فرق بين الانفيرتر والكونفيرتر. الكونفيرتر بيحول من اي سي الى دي سي. والكونفيرتر ده لو انت اخد بالك يعتبر موجود جوا الشاحن بتاع السيارة لان احنا بنشبك او بنركب على شاحن في البيت اي سي وبيدخل على الشاحن وبتحول لدي سي عشان يشحن البطارية. طيب يبقى انا خد البطارية ومين? ونظام التحكم في البطارية دي. بعد كده الموتور ونظام التحكم في الموتور اللي هو الموتور كنترول او يبقى بتاع الموتور عشان يقدر تحكم في الجهود والتيارات والتردد الخاص بي الكهرباء اللي هتدخل لموتور السيارة الكهربية. بعد كده دول هما الرئيسيين عندي في السيارة الكهربية او الجديد اللي هو البطارية ونظام التحكم في البطارية. بعد كده الموتور الكهرابي ونظام التحكم في الموتور الكهرابي او آآ موتور والكونترولر او بيسموه الانفيرتر. بعد كده بتبقى باقي المكونات عبارة عن مجموعة من المقصورة بتاعت السيارة فيها شوية آآ يعني شوية فيه حاجات جديدة خاصة بيها بالوزن بالسعة بالكلام ده كله. المهم دول الحاجات الرئيسية اللي احنا نتبقى ندرسهم في في جزء السيارة نفسها او المركبة نفسها. الجزء التاني بقى وده مهم جدا اللي هو محطات شحن السيارات الكهربية او دي مهمة جدا وهنبدأ نشوف انواع الشواحن يا اخوانا. في اي سي وفي دي سي انا ممكن ادخل الكهرباء مباشرة على البطاريات من خلال شاحن دي سي لان انا عارف البطارية دي سي فانا هاشحن دي سي وده بيسموه فاست شارجر او سوبر فاست شارجر هنبدأ نتكلم عن البنية التحتية او الخاصة بتركيب محطات الشحن بالتفصيل وهنذكر امثلة كتير جدا على اه البنية التحتية او وازاي كمان هناخد تأثير ربط محطات شحن السيارات الكهربية على شركات الكهرباء وعلى بتاعها وازاي نختار انسب مكان وانسب موقع نبدأ نركب فيه محطة شحن لان احنا لو ركبنا في اماكن غلط او ما اختارناشي بتاع محطة الشحن ممكن ده يأثر على شبكة شركة الكهرباء اللي موجودة في البلد تمام تأثير سلبي فاحنا لازم ندرس بتاع الكهرباء وتأثير محطات شحن السيارات الكهربية عليها وده جزء مهم جدا وان شاء الله انا هتديه بطريقة احترافية عالية في عملية تأثير محطات الشحن على الشركات الكهرباء هنبدأ ناخد بالتفصيل الاسي تشارجر الاسي تشارجر وناخد بالتفصيل الدي سي تشارجر هنتكلم عن الان بورد الان بورد يعني اللي موجود جوه السيارة ونتكلم عن الاف بورد تشارجر وبالتالي هيبقى السكشن التاني خاص بمحطات الشحن والانفرستركشر والسكشن الاول خاص بيه السيارة الكهربية ومكوناتها وتفاصيلها هناخد طبعا بعد كده تطبيقات عملية على سيارات زي النسان ليف هناخد ان شاء الله تعالى في الكورس كتير جدا وكتب كتير جدا خاصة بالتكنولوجيز الجديدة اللي موجودة في السيارات الكهربية وايه هي التقنيات المتبعة في السيارات الكهربية بالتفصيل فان شاء الله الكورس هيكون ينقسم الى السيارات الكهربية وشحن السيارات الكهربية وهيكون كورس مليان ان شاء الله داتا وسيميوليترز وبدئفات بتشرح وسليدات بتاعة الشرح ان شاء الله تبقى موجودة معانا بالتفصيل الكورس يا اخواننا ان شاء الله هيبقى كورس يعني عملي ونظري وان شاء الله هنشرح على سيارات كهربية فعلية هنوري لكم فيها المكونات وهندخلكم على برامج وسيميوليترز فالكورس إن شاء الله يكون بإذن الله تعالى كورس بالعربي مفيد لكل الناس الناطقة باللغة العربية بإذن الله تعالى يكون مفيد لكل الناس بداية كورس قوي من أقوى الكورسات بإذن الله تكون في الوطن العربي والكورس بإذن الله هيتضف له محاضرات دايما جديدة كل ما إن شاء الله هيبقى فيه جديد يوم بيوم إن شاء الله يتصور فيديوهات وتترفع على المنصة على أساس يبقى فيه تحديث وتطوير بإذن الله مستمر على محتوى كورس السيارات الكهربية ومحطات الشحن وشوفكم في كورسات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته